صورة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وكاتب فرنسي هو اللي كتب هذا المقال مقال مهم جداً هو باسكال بونيفاس هو نفس الكلام اللي انت قلته دكتور منذ أسبوعين أو ثلاث أسابيع لما تحدث على القرار لكن هناك كثيرين من الإخوة للأسف يشككون أو يقزمون ما وصلنا إليه سواء كان في المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية ويقولون أنه هذا فقط ظر رماد على العيون وأنه لفت انتباه للمسلمين وللعرب عموماً أن يثقوا في منظمات أو في مؤسسات نظام العالمي ويتركون الجهات كيف ترد على هؤلاء يا دكتور؟ يعني نحن ربما من أهداف هذا البرنامج اللي نعلم فيه هو رفع الوعي لأنه ترفع الوعي إذا كان كل شيء نفكر فيه بالطريقة هذه بمعنى آخر معناها محكمة الجنائية الدولية والناس اللي تخرج في مظاهرات وتخسر في حياتها وتخسر في كده هي قاعدة تخدم في إسرائيل كلام لا يستقيم راهو مش بسهولة محكمة العدلة الدولية اتعاملت معناها هذا يمتع معاهدة الإبادة الجامعية اتعاملت لحماية اليهود الآن دولة تدعي أنا لا أعتقد إسرائيل دولة يهودية أنا أعتقد إسرائيل دولة صهيونية دولة كولونيالية دولة عنصرية أعملها الغرب لأنه ما تنسوش رأو الصهيونية فيها مسيحيين وفيها عرب وفيها مسلمين أكثر من اليهود رأوا عنا صهينا صهينا في تونس في الجزائر وفي المشرق والمغرب أكثر من الصهينا الموجودين في فلسطين عن الصهيوني ما هو الصهيوني؟ الصهيوني نعطيكم تعريف مبسط للصهيوني كل من يعتقد أن أرض فلسطين هي إسرائيل فهو صهيوني إذا كان شفت واحد حاط على الخريطة في مكان فلسطين يكتب إسرائيل لا رأوا صهيوني هذه الصهيونية ما تماش على جهرة لا وهو شعب بلا أرض يأخذ أرض بلا شعب وتتنحى فلسطين وتتحط إسرائيل هذه هي الصهيونية في تعريفها المبسط لنحبش نتوسع معكم أكثر فيها عرب فيه مسلمين فيه مسيحيين صهينا أكثر من الصهيونية اليهود بل أن الصهيونية تأسست على يد المسارع تأسست على يد المسيحيين في بريطانيا وبعد نتوسع إلى أمريكا الذي ناصره يعني هناك أربعين مليون في أمريكا يعتقدون أن وجود دولة إسرائيل أمر إليه أنت هذهك نيبة نيبة رئيس محكمة العدل الدولية هذه الأغاندية حكيت لكم على أقبل لأنه من الطائفة الإنجيلية الممثل إسرائيل قاضي كان رئيس المحكمة العليا في إسرائيل ممثل إسرائيل صوت مع القرار أنه إسرائيل لا تقوم بالإبادة الجماعية هي صوتة ضدها تصور هي صوتة ضدها ولذلك نقول لك رم صهاينة صهاينة المسيحيين وصهاينة العرب وصهاينة المسلمين أشدوا فتكا من الصهاينة متاع إسرائيل رأوا في فترة ما فما السجن في دمشق اسمه سجن فلسطين فرع فلسطين فرع فلسطين هذا وين يتعذبوا الفلسطينين ويتسجنوا في فترة ما في أيام حافظ الأسد كان عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون السورية أكثر من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيليين كان عدد الفلسطينيين اللي يتقتلوا في السجون وفي التحقيق متاع الإسرائيليين متاع السوريين أكثر من اللي يتقتلوا في السجون متاع إسرائيل رأوا هذا هي حقائق مرة لغالب مرة لكن هذه كحقائق نتعامله مع الواقع ليس كما نحبه ونشتهيه وإنما نتعامله مع الواقع كما هو يعني ما تمشيش بالوشفول ثينكينج يعني التفكير الفكر التمني نحن نمشو بفكر الواقع لأنه نعترف أن الواقع أكرمك الله ما يصلحش ويجبنا نغيره